السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله النهاردة هنتكلم في tutorial 4 عن آخر محضرتين في الانزايمز الانزايمز 3 و4 والاللكترون ترانسبورت شي تمام الكنتنس باعتنا النهاردة هنرجع كده سريعا important notes وبعدين على طول نحل الامسكي إن شاء الله طيب حابة بس نوهلكو عن ملحوظة كده إن أنا عرفت من بعض زملائكو إن هم ساعد بيلجاؤوا يسمعوا لمحاضرات السنين اللي فاتت تمام أنا بنصحكو يعني في أي مادة إن طبعا مش نفس الدكتور أولا ممكن هو اللي مش بيكون بيشرح نفس الموديول كل سنة سنين إن حتى لو نفس الدكتور هو اللي بيشرح بيحصل على طول regular update لأي حاجة بنرفعها يعني حتى لو ما عملناش update للrecording بيبقى فيه update للPDF تمام فالأحسن أنتو تسمعوا المحاضرة أو تنزلوا الPDF بتاعها من الكلاز بتاعكو وبتاع السنة بتاعتكو يعني من الـKB تمام وزي ما قلت لكم المحاضرة الثالثة في الـEnzymes زي الPDF بتاعها عملت لكم له يعني تلخيص كده حددت لكم الحاجات اللي فور ريدنج الحاجات اللي مطلوبة منكو بالضبط زي الـHighlights فإريد لو هنزاكر يبقى هنزاكر من الـPDF المرفوع بتاع السنة تمام بتاع ضفعتكو يعني على الـKB تمام طيب بالنسبة لمحاضرة الثالثة في الـEnzymes كانت بتكلم عن الـEnhibitors والRegulation تمام هنراجع كسريعا إليه مطلوب مننا الـEnhibitors قسمناها الـIrreversible Inhibitors وإيه وReversible Inhibitors تمام مطلوب مننا بس في الـIrreversible Inhibition نحن نعرف طبعا من كلمة Irreversible يعني كانت بيريفيرزت تمام ليه لأن الـEnhibitor بيرتبط بالـActive Site بتاع الـEnzymes بـIrreversible Covalent Bond تمام طيب الأمثلة المطلوبة مننا هم تنين بس LEED والأسبرين دول بيشتغلوا كـIrreversible Inhibitors تمام طيب Irreversible Inhibitors لأي Enzymes الليد المفروض أنه هو بيعمل Irreversible Covalent Bond مع الـActive Site بتاع انزيم اسمه Ferrokelatase Enzymes Ferro هو يبقى بيستعدم في الـA في الـHem Senses تمام طيب بيعمل Covalent Bond مع أي أمانو أسد في الـActive Site بالتحديد مع السيستايين وإحنا عارفين بين الـActive Group أو الـActive Side Chain بتاعت السيستايين هي الـSH Group اللي احنا بنسميها Thyole Group أو Salfa Dry Group تمام كده تمام دي معلومة لكو يا نشان انت بعارفين أن الـSH Group هي السالفا هيدرايل جروب أو السالفا درايل جروب أو السيول جروب تمام كده طيب ايه تاني مثال Irreversible Inhibitors الـAspirin تمام بيعمل Irreversible Inhibition لأي أنزيم اسمه Cycle Oxygenase وهو ده الأنزيم اللي بيكون الإكوزانويدز من الأركضونك أسد اللي هي البروستاجلندن والثيرومبكسين ودول بيشتغلوا ايه في الجسم Inflammatory Mediators زي ما أخدناهم بالضبط فين في Lipid Chemistry بس احنا مأخدناش ايه الانزيم اللي بيصنعهم من الـAricidonic Acid هو Cycle Oxygenase ده فرود ان الـAspirin بيعملوا Irreversible Inhibition تمام ودول المثالين المطلوب مننا في Irreversible Inhibitors الليد والـAspirin بيعملوا Irreversible Inhibition وخاصة في الروكلاتيز موجود طبعا فين في الـHighlights بس الـ Cycle Oxygenase مش صعب يعني عشان بس تبقوا ايه فاهمينه والأسبرين يعني بيعمل Irreversible Inhibition لأي انزيم خلصنا كده Irreversible Inhibition تمام نيجي بقى بعد كده للنوع التاني من الـ Inhibition اللي هو Irreversible Inhibitors تمام يعني بقى كده الـ Inhibition ده Can be reversed تمام طيب هم نوعين competitive و non competitive تمام نحاولت برضو أخلي لكم التجميع دي يعني أسهل شوية فاحنا هنتكلم عن ايه المفروض من في كل نوع من الـ Inhibitor نعرف الـ Structure بتاع الـ Inhibitor ده هل هو similar للـ Substrate أو لا اللي احنا بنسميه Structural Analog للـ Substrate or not تمام والـ Site of Binding بتاع الـ Inhibitor على الـ Enzyme والـ Structure of Active Site في حالة وجود الـ Inhibitor هيتغير ولا لا تمام والـ Effect لما نعلي Substrate concentration على الـ ارتباط الـ Inhibitor double enzyme تمام وبعد كده التأثير على الـ Kinetics اللي هي الكيرب الميكيلس منتن والـ Line wither بيرك بلوتس تمام بالنسبة لـ Exambles اللي مطلوبة مننا هتبقى في الـ Competitive Inhibitors تمام اللي هما التلاتة دراجز تمام الـ Statins تمام والـ A's Inhibitors والـ A والـ Beta لكتام أنتبيوتوكس تمام هنقولهم دلوقتي لما نيجي بقى نتكلم على الـ Structure of Inhibitor في حالة الـ Competitive تمام هنا بيحصل competition يعني منافسة تمام أو خنائة يبقى تحصل خنائة ليه لأن الـ Inhibitor بيبقى the same structure as the substrate يبقى في Competitive Inhibition الـ Structure of ناخد أول point نتكلم عنها يبقى Structure of Inhibitor في الـ Competitive Inhibitor بيبقى the same as the substrate أو نسميه Structural Analog for the substrate تمام دي حاجة مهمة جدا لازم نعرف خلاص كده يبقى في الـ Non-Competitive Inhibitor الـ Inhibitor Structure ايه Different زين زى Substrate تمام مده معرفته واحدة خلاص عارفت تاني تاني حي ده Site of Binding بتاع الـ Inhibitor على الـ Enzyme في الـ Competitive فيه خنائة فيه خنائة ليه لأنه بيتخنقوا على نفس السايت طب السبستريت بيمسك في السايت اسمه ايه اسمه Active Site أو Catalytic Site أو Substrate Binding Site كل الثلاثة اسمائة دول هما اسم الـ Active Site يبقى في Site of Binding بتاع الـ Competitive Inhibitor هو نفس السايت اللي بيمسك فيه السبستريت اللي هو اسمه الـ Active Site زي ما احنا عارفين تمام طيب في حالة Non-Competitive لا Non-Competitive ما بيمسكش في الـ Active Site بيمسك في Other Site اي Other Site بنسميه Alustric في اي حاجة مش لازم الـ Enzyme اي Other Site بنسميه Alustric Alu دي يعني Other مستيريك دي يعني يبقى Other Site يبقى Alustric تمام يبقى نسميه الـ Alustric Site وطلقبطوش خالص بينها وبين الـ Alustric Regulation هنفرق بينه في الـ تمام نجي نتكلم على الثالث بوينت ايه اللي هيحصل بقى في الـ Structure بتاع الـ Active Site في حالة وجود الـ Inhibitor لو Competitive Inhibitor الـ Active Site مش هيتغير خالص تمام يبقى الـ Active Site in case of Presence بتاعت أو In presence of Competitive Inhibitor Unchanged مش هيتغير خالص الـ Active Site ده هو الـ Inhibitor أصلا محتل شكل الـ Substrate نفس الشكل عشان يرتبط بالـ Active Site هايبغوزه ازاي يبقى الـ Noncompetitive Inhibitor مع أن في الـ Noncompetitive Inhibitor الـ Inhibitor بيمسك في Other Site زين The Active Site بس بيعمل Confirmational Change في الـ Active Site ودا اللي احنا برضو اتفقنا عليه في اي موديوليتور هيمسك في الالوسترك ساين. تمام? ما تلاقبطوش برضو دلوقتي ما بين الالوسترك رجوليشن وانفرق بينهم في الاخر. تمام? طيب بعد كده البوينت البعد كده او انكريزنج زي على الانزايم انهابتور بايند. انا دلوقتي في الكمبيتتب فيه او فيه خناقة ما بين الانهابتور والسبستريت على نفس المكين. يبقى اكيد اللي موجود بكمية كبيرة هو اللي هيكسب. تمام? يبقى تأثير زيادة في حالة هيقصر فعلا وايه? وهينهي خالص الانهيبتور ده. تمام? طيب في حالة انان كومبيتتب انهيبتور يبقى العكس ودي اللي هنجيب منها الكايمتكس. تمام? مدام انا احتاج تعلي الصبستريت كونسنتريشن يبقى انا كده احتاج تعلي الايه? الكي ام مش الكي ام دي تعرفها ايه? تعريف الكي ام ايه? الصبستريت كونسنتريشن اللي محتاجينه عشان نوصل ايه? لنص الويماكس يبقى ما دائم احتاج تعلي صبستريت كونسنتريشن يبقى انا عليت الكي ام وده في حالة كومبيتتب انهيبتور تمام? تمام. وانس في الكومبيتتب انهيبتور وانس الصبستريت عارف يمسك في الاختف صيت في حالة انان انا عليت كونسنتريشن خلاص التفاعل هيتم بنفس الريت. يبقى الفي ماكس في حالة كومبيتتب انهيبتور انتشينج. تمام? طيب يبقى في الـ non-competitive inhibitor على نفس الصياق هنقول إن إحنا دلوقتي effect of freezing of substrate concentration على الـ enzyme inhibitor binding no effect يبقى أنا مش محتاجة أعلي substrate concentration عشان أتخلص من الـ inhibitor يبقى إيه أنا كده محتاجتش أعلي الـ KM يبقى الـ KM unchanged تمام وطيب هل الـ substrate بقى بيعرف يمسك في الـ enzyme في وجود الـ inhibitor لا الـ non-competitive inhibitor بيمسك في الـ alustric site أو غير الـ active site بس بيعمل conformational change في الـ active site سواء الـ non-competitive inhibitor binds للـ free enzyme قبل ما يمسك في الـ substrate أو حتى لو مسك في الـ enzyme بعد ما مسك في الـ substrate وعمل enzyme substrate complex برضو الـ non-competitive inhibitor هيغير أو هيعمل conformational change في الـ active site هتخلي الـ active site ده ما يعرفش يبقى إيه ما يعرفش يبقى fit ما شو احنا قلنا في حاسمة induced fit model active site بيشكل نفسه على شكل الـ substrate عشان يعمل enzyme substrate complex يشكل نفسه على شكل transition state عشان هيعمل الـ enzyme transition state complex هيشكل نفسه على شكل الـ product عشان يعمل enzyme product complex تمام طيب في حالة ان الـ non-competitive inhibitor binds بـ alustric site other than the active site هيعمل conformational change في الـ active site سواء الـ enzyme مسك في الـ substrate أو لسه يعني تمام يعني سواء الـ competitive inhibitor ده ارتبط بالـ enzyme في حالة ان هو enzyme substrate complex أو free enzyme في الحالتين تغيير شكل الـ active site ده مش هيكمله التفاعل يبقى كده الـ v-max بتاع التفاعل اتغيرت ولا لأ قلت طبعا هيبقى slow rate تمام يبقى كده ايه التفاعل والـ enzyme مش هيقدر يكمل التفاعل تمام بس هنا مش محتاجين طبعا نكون new enzyme once in the inhibitor non-competitive هيسيب مكانه الـ alustric site تمام خلاص الـ active site هيرجع زي ما هو تمام يبقى امتى بنحتاج بس نصنع new enzymes في حالة irreversible inhibitors ما نلغبطش ما بين الـ 2 تمام اخر النقطة بقى عن الـ kinetics احنا كده كده قلنها من من ايه من الشرط اللي هو بتاع ارتفاع الـ substrate concentration هنعرف على طول التأثير على الـ kinetics ميكيلاس منتن فرض ان احنا هنبص على الايه على الـ km والـ v-max تمام طيب لقينا الـ km محتاج تعلي الـ km محتاج تعلي الـ substrate concentration عشان نطرد الـ inhibitor من مكانه يبقى كده ده competitive inhibitor تمام منبص على الـ intercept تمام الـ intercept مع الـ y-axis اللي هو مين المقلوب بتاع الـ v-max او واحد على الـ v-max والـ intercept مع الـ x-axis اللي هو مين الـ 1 على الـ km تمام احنا بنبص على النقطتين التقاطع ده نشوف مين اللي تغير طبعا في الـ competitive احنا لسه قيلين الـ km هي اللي هتزيد فهنلاقي ان المقلوب بتاعها هيزيد برضو هيبقى هيبقى في اتجاه الزيرو تمام طيب انهم competitive طبعا زي ما قلنا العكس في الميكيلاس منتن هنبص على الـ km هنلاقيها سبتة والـ v-max هي اللي هتقل هنبص على الـ intercept يبقى هنلاقي نفس نقطة الـ km ما تحركتش خالص في حالة ان الانزايم من غير non-competitive inhibitor او في يعني non-competitive وهنلاقي بقى مين اللي هتتغير اللي هي الـ intercept مع الـ y-axis اللي هو مين الواحد على الـ v-max مفروب انه هتقل تمام طيب هنشوف هدلوقتي على الـ examples المطلوبة مننا هي examples بتاعة الـ competitive inhibitors لان اصلا most drugs are competitive inhibitors تمام ايه الـ drugs اللي مطلوبة مننا الـ statins تمام والـ A's inhibitors و-A والـ beta-lactam antibiotics تمام الـ statins دي بتعمل ايه statin يعني كلمة statin اصلا يعني حاجة بتخلي الحاجة اللي تشتغل عليها سبتة statin يعني ايه يعني ثابت تمام او stable يعني تمام فالمفروض ان الـ statins دي بتعمل ايه بتعمل competitive inhibition لأي انزايم بقى الانزايم اللي بيكون الكوليستيرول تمام اللي هو اسمه ايه HMG-CoA reductase hydroxy methyl gluteryl co-a reductase ده الانزايم اللي بيكون الكوليستيرول فعشان كده بيستخدموه عشان تقلل الكوليستيرول ايه level في الدم تمام طيب وبنسميها antihyperlipidemic agent تمام طيب بعد كده ال-ase inhibitors يبقى بتعمل الانزايم اللي ايه من اسمها ليه ال-ase ده اللي هو ال-angiotensin converting enzyme ده دواب تستدم في علاج الضغط العالي اللي هو الhypertension عن طريق ايه بقى ان هي بتعمل inhibition للانزايم اللي بيحول ال-angiotensin بيحولوا من ايه من صورته ال-inactive لل-active ليه انجiotensin 1 ل2 انجiotensin 2 ده المفروض انه هو بيعلي الضغط ازاي بيعمل vasoconstriction فالانهابتورز دي بتمنع الكلام ده خالص فبالتالي بتقلل ايه الضغط ضغط الدم يعني تمام بعد كده ال-beta-lactam-antibiotics اللي هي ال-penicillin-amoxicillin دول بيعملوا انهابتشن للانزايم اللي بيكون السيلول في البكتيريا واسم الانزايم هنا مش مطلوب منه تمام بقى انا كده ال-example في ال-non-competitive مش مطلوب من انت تمام طيب انا كده انا كتبتلكوا كل الكلام ده الملخص ده يعني تمام كارنت ما بين ال-competitive و-non-competitive inhibitors تمام عن طريق ال-points دي تمام انا وذكرتش بقى خلاص ال-affinity لان احنا ايه هنجيبها كده كده من ال-KM مدام ال-KM تغيرت يبقى ال-affinity تغيرت بس طبعا العلاقة الايه لازم نعرف ان هي عكسية تمام يعني ال-KM reverse reverse اللي اسمها ال-indirectly proportional يعني تمام مع الايه مع ال-affinity تمام طيب نشوف بقى ال-Kinetics على ال-plots سواء ميكيلا سمنتن او ايه line-weaver-برك بلوت تمام ده الميكيلا سمنتن تمام انا لو مش عارفة مش كتبه لكم خلاص ان ده competitive تمام زي ما اتفقنا نبص على ال-KM هيقولك ان ال-KM ال-red دي في حالة وجود الايه في حالة وجود ال-inhibitor او الكيرف الاحمر ده في حالة وجود ال-inhibitor bound يعني للانزايم تمام هلاقي ال-KM زادت يبقى خلاص هعرف ان ده كده انا احتاجت علي ال-substrate concentration عشان اوصل لنص ال-V-max يبقى كده انا ايه عالية ال-KM يبقى ده ايه نوع ال-inhibitor هنا اللي مسك في ال-enzyme competitive inhibitor تمام وده الكيرف الازرق ده يعني ايه الكينيتك بتاع ال-enzyme او الكيرف بتاع ال-enzyme من غير ما يكون فيه انهبتور خالص نبص على line-weaver-برك نبص على ايه على ال-intercept تمام هلاقي ان ال-KM برضو الكيرف او البلوت الاحمر ده هو ده اللي ايه ال-inhibitor تمام هنبص على ال-KM او مقلوب بقى ال-KM هنا يعني هنلاقيها تحركة تجاه الزيرو يعني زادت تمام ودي ده الاول هو من غير وجود ال-inhibitor تمام طيب مين اللي ثابتة اهو الواحد على ال-V-max تمام لما يجينا في الاسئلة ان السلوب تغير السلوب ده حاجة مش مطلوبة منكو يعني اللي هو الانحناء بتاع الكيرفز كده كده سواء كومبيتة تبقى اونانكم مدام هيغيروا في اي نقطة على الكيرف يبقى هيغيروا في الاسلوب تمام دي بس حاجة ايه عشان الله قرتوها على الفجرز يعني نفس الكلام اللي احنا قلناه بالزبط والكيرفز برضو في الميكيلة سمنتنا بص على ال-KM دي نقطة واحدة هو سواء في الكيرف الاخضر اللي هو في وجود ال-inhibitor او في الكيرف الازرق من عدم وجود ال-inhibitor تمام طيب لقيت ال-KM سابتا يبقى محتاجتش ازود السابستريكو انسنتريشن عشان نوصل لنص ال-V-MAX تمام يبقى ده كده طيب اجي بص ال-V-MAX هلاقيت دي بتاعت ال-Enzyme من غير ال-inhibitor اهيه ودي بتاعت ال-A ال-Enzyme في حالة وجود ال-inhibitor يبقى قلت تمام هنا طبعا رسم عادي تدريجي فقلت هلاقيها ايه يعني بلوزة ليفل للايه للأعلى منها لكن هنا طبعا ده ايه قلنا reciprocal او مقلوب يبقى المفروض دي برضو ده الازرق ده في عدم وجود ال-inhibitor والأخضر في وجود ال-inhibitor هم اللي اتنين مدام انا بص على ال-Intercept Intercept مع ال-X-Axis هنا اللي هي الواحدة على ال-KM على ال-A-S-A تمام طب اجي بص على الواحدة على ال-V-MAX المفروض ان ال-Non-competitive inhibitor بيقلل ال-V-MAX بتاعت ايه التفاعل ده تمام اللي يعني الانزام بيعمله كتاليسيس تمام بس المفروض بقى ان ال-Reciprocal بتاعها هيقل ولا هيزيد هنلاقيه بيعلى تمام فهنا نقطة ال-Intercept هنلاقيه أعلى من بتاعت الايه عدم وجود inhibitor لان انا هنا ايه reciprocal فالمفروض يعني ان المقلوب ايه ده من ال-V-MAX قلت يبقى لما ال-V-MAX تبقى denominator او في المقام يبقى ال-Fraction احنا قلناها في وسط الكلام قلنا ال-Aspirin ده ايه irreversible inhibitor في علاج ال-Inflammation وقلنا بقى خلاص بعد كده most drugs are competitive inhibitors تمام قلناهم ال-Statins عشان يقل البلوكوليستيرو ال-Level بيعمل ال-Inhibition لإيه لل-H-M-G-Co-E-R-Ductase تمام ال-AIDS inhibitor في علاج ال-Hypertension تمام وبتعمل ال-Inhibition هو في الاسم نفسه موجود اسم ال-Enzyme اللي هو ال-AIDS ال-AIDS ال-Enzyme تمام وال-Beta ال-Antibiotics اللي هي ال-Penicillin والعمل بتعمل ال-Inhibition لل-Enzyme اللي بيعمل في البكتيريا ومش مطلوب مننا حفظ اسم ال-Enzyme تمام طيب كده خلصنا نص المحاضرة الثالثة في ال-Enzyme اللي هي ال-Inhibition تمام ندخل على ال-Regulation عمتا احنا طبعا لو فهمنا الجزء بتاع ال-Regulation ده تريحكم بها في أي باث ويتاخدوه في الميتابوليزم تمام بنشوف ال-Regulation اما على المدى الطويل اللي بيحتاج من ساعات لأيام بنسميه Genetic Regulation تمام وده قلنا بيبقى بيتحكم في ايه في السنسز او ال-Production او ال-Amount بتاع ال-Enzyme على مستوى الجين اللي بيصنعه يا اما بيزود تصنيع ال-Enzyme من الجين الخاص به بنسميه Induction يا اما بيقلل تصنيع ال-Enzyme من الجين الخاص به نسمي Repression تمام طيب ال-Short Regulation اللي بتبقى على مستوى تأثير على ال-Enzyme Activity يعني تمام بنقسمها حاجتين بقى يا اما Covalent Modification اللي ممكن بالضبط نقول بتساوي حاجة ايه Phosphorylation and D-D-Phosphorylation وال-Allustric Regulation وهنقولها دلوقتي سريع تمام Long Term Regulation زي ما قلنا عملالكو بولد بالكلام المهم هو D-Genetic Regulation يعني على مستوى الجين تمام يا اما Induction زيادة ال-Production يا اما Repression نقص ال-Production ولازم نعرف ان هي دي اللي بتحكم فيها ال-Hormones تمام Short Term Regulation بقى عندي نوعين Covalent Modification و-Allustric Regulation Modification أو Regulation يعني تمام طيب ال-Covalent Modification باختصار هي عبارة عن Fosphorylation أو D-Phosphorylation للأنزيم طيب بيحصل Fosphorylation وده Fosphorylation فيين بالضبط في الأنزيم عند ال-Hydroxy أمينو أسد الأمينو أسد زي اللي بتاعتها هيدروكسايل جروم ليش معنى هيدروكسايل عشان أنا هعمل ester bond ما بين الفوسفيد ده أو الفوسفوريك أسد وال-OH دي نحن قلنا ال-ester يعني الكحلو أسد فأنا عايزة أكون ester bond ما بين الفوسفوريك أسد وما بين ال-OH فمين الأمينو أسد اللي فيها O-H يا إما سيرين يا إما ثريونين يا إما تيروزين دول أنتو أخدتوها بقى في الأمينو أسد كيمستري طيب مين ال-أنزيم اللي بتعمل Fosphorylation يعني اللي بتعمل ester bond ما بين الفوسفوريك أسد وأي O-H من دي اسمها Protein Kinesis وبسمي بدل بروتين ده بسميها بقى اسم الأنزيم اللي هي شغالة بي تمام طيب اللي عكسها الفوسفيت باي ووتر يعني بنسميه فوسفاتيز دي أخدناها في أسامي الأنزيم تمام فبقى الأنزيم اللي هي فك ال-aster bond بين الفوسفيت والهيدروكسايل جروب دي هنسميه بروتين فوسفاتيز ده جنرال رول عمتاً كده في البايو الأنزيم اللي بيكون أو بيعمل Fosphorylation بنسميه Kainese الأنزيم اللي بيشي للفوسفيت اسمها فوسفاتيز وبيبقل اتنين يعني عكس بعض تمام كده طبعاً مع هذا ايه طبعاً أي قاعدة لها شواز هتلاقي مثلاً فيه أنزيم زي مثلاً يعني عشان لو فيه حد شافها أو فكر فيها زي كرياتين كاينيز هنلاقي ده أنزيم هو اللي بيعمل فوسفوريليشن واللي بيعمل دي فوسفوريليشن بس مش دي القاعدة خالص تمام طبعاً كل قاعدة شواز بس بيبقى فيه جنرال رول يبقى الكوفيلانت موديفكيشن هم كلمتين فوسفوريليشن باي كاينيزيز دي فوسفوريليشن باي فوسفاتيز والإنزيم بقى إما يبقى أكتف يقى إما إن أكتف ما فيش حاجة ثابتة تقول إن كل الإنزيمات بتبقى أكتف مثلاً في الفوسفوريليشن أو إن أكتف لا ده بيبقى على حسب الستيت اللي الجسم موجود فيها ودي خلاص انتم مش مطالبين بها بس عشان أنتم طلبتوا فيها المثال اللي هنحفظه اللي هو زي ما مكتوب عندكم في الهايات إن مثلاً إنزيم زي الجلايكوجين سينسيز اللي بيكون الجلايكوجين ده مثلاً الأكتف فورم بتاعته بيبقى دي فوسفوريليت يعني ما فيهوش فوسفيت تمام؟ عشان نخليه إن أكتف بيبقى يرجع ثاني الكاينيز يحط فيه الفوسفيت تمام؟ دي برضو رسمة جنرال هتشوفوها بقى في أي ريجيوليشن الميتابوليزم أرض دي يعني أي إنزيم أو أي بروتين تمام؟ هشتغل على إيه على الأوئتش بتاعة السيرين أو الثريونين أو التيروزين اللي فيه تمام؟ ضفط له آآ فوسفيت جروب طبعاً بنضيف الفوسفيت جروب منين بقى؟ هنطري إن احنا بنعمل هيدروليسيز لآخر ربطة في الـ تمام؟ إنزيم اسمه إيه؟ بروتين كاينيز تمام؟ لو أنا عارفة اسم الإنزيم ده ممكن أشيل كلمة بروتين دي واسمي الكاينيز ده باسم شغل على أي إنزيم تمام؟ فهلاقي إن الـ آر أهي مسك فيها الفوسفيتة مع الأوئتش طبعاً عن طريق استربوند تمام؟ دي استربوند طبعاً طيب خلاص الإنزيم كده على حسب بقى الريجيوليشن بتاعه هو أكتف أو إن أكتف في الفوسفوريليتت فورم ده الفوسفوريليتت فورم هو بتاع الإنزيم خلاص عايزين نخليه تاني نرجعه دي فوسفوريليتت يبقى اللي يشتغل هنا فوسفاتيز هيشيل الفوسفيتة أو يكسر الاستربوند ازاي بمية وتطلع الفوسفيت تمام؟ وهكذا سيركل تمام؟ على حسب الأكتفتي بتاع الإنزيم المهم من الإنزيم اللي بيحصل لها كويلانت موديفكيشن دي ريفيرزيبول موديفكيشن طبعاً زي ما أنتم شايفين يا إما الإنزيم يبقى فوسفوريليتت باي كاينيز يعني ما يبقى دي فوسفوريليتت بالفوسفاتيز وده بقى على حسب هو أكتف إمت تمام؟ طيب بعد كده بقى نتكلم عشان يلا هبطتكو شوية مع تماماً عايزاكو استعرفوا أن طبعاً يفيه كتب تانية خالص غير مقسمة مقسمة بطريقة تانية لكن احنا المطالبين من المطالبين بي ايه هو تمام؟ يبقى احنا لازم هنلتزم بيه خلاص كده طيب أنا لما بتكلم على non-competitive inhibitor بيقوبي الميكيلس منتن اكواشن أو الميكيلس منتن كاينيتك يعني عشان أنا أقول المقرنة ما بين النون كومبتتف وكمبتتف انهيبتر بال ميكيلس منتن بلوت يبقى أنا كده النون كومبتتف انهيبتر اللي عندي ده متكون من الانزيم اللي شغال عليه يعني متكون من polypytide شين واحدة بس فيه active site واحد والاستريك سايت واحد تمام؟ يبقى ده اللي احنا اتكلمنا عليه في أول المحاضرة الكمبتتف انهيبتر النون كومبتتف انهيبتر علشان أنا خلاص قرنت على ميكيلس منتن بلوت يعني تمام؟ يبقى أنا كده أعرف ان الانزيم اللي انا بتكلم عليه ده متكون من polypytide شين واحدة بس polypytide شين فيها active site واحد والاستريك سايت واحد تمام؟ كده يبقى مش هيتحكم فيه أكتر من يعني مش هيمسك فيه كزا نوع في نفس الوقت فاهمني يعني اللي هو ما ايه خلاص عشان ما لا أغبطقوش يعني يبقى الانزيم اللي انا قصدي عليه في أول المحاضرة اللي قرنت بينه وما بين كومبتتف ونون كومبتتف انهيبتر يعني بيأثروا عليه ده انزيم لازم معرف كده انه مدام رسمت ميكيلة سمنتن يبقى الانزيم اللي انا بتكلم عليه ده متكون من one polypytide شين تمام؟ طيب من عايزة بقى شوف هنا الالوستريك regulation للالوستريك انزيم اللي هي مصري بتتكون من أكتر من one polypytide شين يبقى كده هيبقى عند أكتر من active site وأكتر من allustric sites تمام؟ وهتاخدوا الحاجات دي كتير جدا في الميتابوليزم هتعرفوا طبعا أسامي فعليا بس ايه طبعا ما يقدرش يديهلكوا دلوقتي لغبطوا الدنيا في بعض تمام؟ طيب يبقى انا لما بتكلم دلوقتي على المقصود هنا انا استحالة هنا هتكلم على ميكيلة سمنتن بلوت تمام؟ وهنعرف ليه كلمة السر ايه ان الالوستريك انزيم اللي انا بتكلم عليها دي اللي متكونة من multiple polypeptide chains او اكتر من polypeptide chains يبقى فيها اكتر من active site واكتر من allustric sites تمام؟ طيب انا اتكلم شوية كده عن الموديوليتر اللي بيمسكوا في allustric sites المفروض اللustric sites دي بيمسك فيها modulator modulator او regulator او effector تمام؟ regulator ده اما يبقى activator اما يبقى inhibitor تمام؟ ويبقى homotropic او heterotropic homotropic يعني ايه؟ homo يعني similar طب هو similar لايه؟ هو 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 بيبقى نفس السبستريت هو هو السبستريت بيمسك في active site ويأثر على الانزيم او يعمل الانزيم regulation عن طريق كمان انه هو هو الموديولاتور بتاع الانزيم ده انه هو بيمسك في الالوستريك site طيب كل الهوموتروبك موديولاتور اكتشفوا انه ايه؟ most ايه؟ او typically ايه؟ most open بتبقى activator يبقى انا دلوقتي بتكلم من الالوستريك enzymes دي بتتكون من multiple pulpit chain فيها اكتر من الالوستريك sites الالوستريك sites دي بتمسك من اسمها الالوستريك enzymes ويقفها الالوستريك sites تمام انا فاصلة بادي الوقتي خالص عن اللي كان بيأثر على انزيم من تمام انا بتكلم دلوقتي عن الالوستريك انزيم اللي فيها اكتر من واكتر من تمام الالوستريك sites دي بيمسك فيها حاجة اسمها الالوستريك موديولاتور او او effector effector ده يأثر اكتيفتي بتاع الانزيم اما بالactivation اما بالinhibition فبسميه activator او inhibitor تمام من حيث الستراكش بتاع الموديولاتور لهو هو السبستريت هو نفسه السبستريت مش مش شبه السبستريت هو هو السبستريت هو هو الريجولاتور اللي بيمسك في الاكتف site وفي الالوستريك سايت كمان يبقى ده هسميه homotropic modulator وده بيبقى activator تمام زي مين كده بالضبط نفس ايه نفس الاكسجن كده بتأثيره على الهوموجلوب مش ايه الهوموجلوب ده عبارة عن ايه ده عبارة عن البروتين اللي موجود بيشتغل كاكسجن في الدم عندنا تمام طيب طبعا الهوموجلوب مش انزيم احنا جبناه مثال علشان حتة الهوموجلوب والميجلوب دي اللي قال ميجلوب والهوموجلوب اكتر من واحد تمام لكن الهوموجلوب مش انزيم طيب الاكسجن كان هو السبستريت او اللي بيمسك في الايه في الاكتف سايتس بتاع الهوموجلوب في الاربع اكتف سايتس تمام وهو هو برضو الايه كان الاستريك اكتيفيتور تمام يبقى انا كده الهوموتروبك موديوليتور زي تأثير الاكسجن على الهوموجلوب تمام طيب لو الموديوليتور بقى حاجة تانية خالص غير السبستريت ديفرانت بسميه هتيرو هتيروتروبك هتيرو طبعا يعني ديفرانت تمام برضو زي تأثير ايه كده اخدناه زي تأثير البروتونز او الكربون دايكوسايد او الاتنين وثلاتة بسفسو جليسريت بس يبقى مش لازم الهتيروتروبك ميديوليتور دايب اكتيفيتور ده ممكن يكون اكتيفيتور وممكن يكون انهابتور تمام والحاجة المهمة جدا اللازم نعرفها ان اهم اكزامبل للهتيروتروبك انهابتور هو الفيدباك انهابتشن اللي بيحصل بالبرودوكت اكيموليشن يعني ايه يعني التفاعل المفروض ان اي انزايم بيعمل كاتاليسيز للتفاعل بيحاول سبستريت البرودوكت تمام فالبرودوكت لما بيحصل له اكيموليشن في بعض التفاعلات بيرجع تاني فيدباك باك تمام يعمل انهابتشن للانزايم اللي بيحفز التفاعل ده في الحالة دي بسمي البرودوكت ده بسميه هتيروتروبك انهابتور للايه او هتيروتروبك موديوليتور يعني نوع انهابتور للايه دي مهمة او خلاص يبقى احنا قلنا الموديوليتور ده اما يبقى اكتيفيتور او انهابتور من حيث الستراكشور يبقى هو هو السبستريت فبسميه هوموتروبك موديوليتور ومنلي اكتيفيتور يعني هو بيبقى اكتيفيتور اكتشف ان كل الهوموتروبك موديوليتور شغلتها اكتيفيتور ما فيش انهابتور تمام طيب لو هتيروتروبك موديوليتور حاجة غير السبستريت اللي بتمسك في الألوستريك سايت يبقى في الحالة دي ممكن يبقى اكتيفيتر وممكن يبقى انهيبتر طب ايه الاشهر او المست امبورتانت اكزامبل الهيتيروتروبك انهيبتر هو الفيدباك انهيباشن او الاند برودكت انهيباشن تمام طيب احنا قلنا بقى ان الألوستريك سايت تكون من مالتيبل بوليبطايد شينز تمام بمالتيبل اكتيف سايت والوستريك سايت تمام طيب دي حاجة بقى بتعمل ايه ان هنا انا مش عندي واحد اكتف سايت بيمسك فيه سبستريت وخلاص لأ انا عندي اكتر من اكتف سايت فبيتميز السبستريت بايندنج الاكتف سايت ده بميزة مهمة قوي 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 اسمها كو اوبراتيبتي تمام يعني السبستريت بايندنج الاكتف سايت بيتم بصورة اسمها كو اوبراتيبتي يعني ايه كو اوبراتيبتي يعني البايندنج بتاع الفيرست السبستريت الفيرست اكتف سايت بايندينج بتاع السبسيكوينت سبستريت لباقي الاكتف سايت تمام؟ بالطريقة تانية يبقى البايندينج بتاع الفرست سبستريت هو ده اللي بيبقى أصعب حاجة بعد كده خلاص ارتباط السبسيكوينت سبستريت هيبقى ازيار بباقي الاكتف سايت تمام؟ هي بقى خاصية الكو اوبراتيفتي دي هي لدة شكل الكيرف اللي هو سيجمويد الكيرف دازن تقبيل ميكيلس منتن كاينتكس تمام؟ يبقى ايه سبب السيجمويد الكاينتكس بتاعة الالوستريك انزايمز هل هي الموديوليتورز اللي بتأثر عليها ولا السبستريت بايندينج لا كمعا السبستريت بايند تمام؟ يبقى سبب الكو اوبراتيفتي سبب السيجمويد الكاينتكس او ان لما نيجي نرسم علاقة ما بين الانيشيا الفلوسطي يعني بتاع التفاعل والسبستريك الانزايم عنده اكتر من اكتر من اكتف سايدس واكتر من الوستريك سايدس بيطلع شكل الكيرف مش هايبربوليك زي اي انزايم من لا امار بيطلع شكل الكيرف ايه؟ بيطلع شكله سيجمويد تمام؟ اللي هي كاراكترستيك اس شيب دي يعني اس شيب دي كيرف تمام؟ ودي الاسم لها معادلة تانية بس انتم عرفوا خلاص ان هي نوت ميكيلس منت تمام كده؟ طيب ايه سبب بقى شكل السيجمويدل ده حتة الكو اوبراتيفيتي دي تمام؟ يبقى انا دلوقتي ما نطلع بطش بقى ان سبب السيجمويدل كينيتك ده الهوموتروبك او ان الهوموتروبك موديوليتر زي سبب لا الكو اوبراتيفيتي دي ما لهاش علاقة خالص بالموديوليتر تمام؟ هو بس عندكم ذكرها في حتة الهوموتروبك موديوليشن على اساس يعني السبستريت بايندنج بيبقى هو هو نفسه السبستريت في حالة لو انا هوموتروبك موديوليتر لكن ايه سبب السيجمويدل كينيتك؟ سبب السيجمويدل كينيتك ان السبستريت بايندنج باكتر من اكتف سايد بيبقى في صورة كو اوبراتيف تمام؟ هاي دي سبب السيجمويدل كينيتك تمام؟ سواء بقى الانظام ده بليد باهوموتروبك لما رسمتم bulletproof مش الاكسجن هو هوهوموتروبك لاهوموغلوبن وشكل الكيرت في سيجمويدل تمام؟ هل لما جيتوا شفتوا الرسم أو الكيرف بتاع تأثير الهيتيروتروبيك ريجوليتورز على الهيمو جلوبل اللي هي البروتون والسي او طول اتنين وثلاثة بسفسو جليسريد لقيتوا شكل الكيرف اتغير ما بقاش سيجمويدل لا يبقى انا كده شكل السيجمويدل كيرف ما لوش علاقة بنوع الموديوليتور اه طبعا هو طلع السيجمويدل علشان الانزيم ده متكون من اكتر من بوليبيبطايدة شين فبالتالي فيه اكتر من اكتف صايت واكتر من إلوسترك صايت فاكتر من اكتف صايت دي خلت ان السبستريد بايندينج للإكتف صايت دي يبقى كو اوبرتcendo وطبعا اكتر من إلوسترك صايت يبقى انا كده مش هتبقى التأثير بتاع وان بس إلوسترك موديوليتور ده ده هيبقى اكتر من إلوسترك موديوليتور فالكر في شكله هيتغير خالص عن الهايبر بولك فعشان كده منقول ان الالوسترك انزايمز اللي متكونة من اكتر من بوليبيبطايدة شين هتبقى don't obey michaelis mintin equation وحطة الكو اوبراتيبتي دي بتصادف ان هي شبهها بالضبط اللي بيحصل في الايه في البايندنج بتاع الاكسجين الهوموغلوبن الاكسجين ده ايه للهوموغلوبن صبستريت طبعا تمام فالاكسجين اول اكسجين اول اوتوب تمسك في الهوموغلوبن دي اصعب واحدة اللي بتفك الروابط وتعرف تمسك بمجرد اول واحدة دي مسكت خلاص بتساعد الباقي ان هو ايه ان هو يمسك تمام انا هنا بتكلم عن سبستريت بايندنج تمام ايه ده كده ما ليش علاقة خالص بقى بالموديوليتور تمام الموديوليتور ده بقى هيقصر على الانزايم سواء بالاكتيفشن او بالانزايم دي حاجة تانية تمام لكن ازاي السبستريت هيمسك في الاكتيف سايتس بالكو اوبراتيفتي تمام طب الكو اوبراتيفتي دي قصرت على شكل كايناتكس بتاع الانزايم ده او خلتها سيجمويدل يعني ايه سيجمويدل يعني استشيب نوت هايبربوليك يعني نوت قبيل ايه الميكيلس منتن اكويش تمام اتمنى ان انتو تكونوا فهمتوا الجزء ده وما خلطوش بينه بين ان الانزايمز اللي هي افكتت بس بالهوموتروبك موديوليتور هي بس اللي تدي سيجمويدل لا طبعا اي الاسترق انزايمز تكونتين ملتبل بولبي بتايدة شين هتدي سيجمويدل كايناتكس ليه لان البايندينج بتاسة والسريط الاكتف سايت هيبقى كو اوبراتف تمام تمام يبقى كده هنا طبعا الكيرف المرسوم بالاحمر ده حتى انتو هتلاقوا كاتب الكلام بالاحمر يبقى مرسوم بالاحمر ده شكله ايه هايبربوليك ده الميكيلس منتن انزايم يعني الانزايم اللي متكون من وان بولي ببتايدة شين في وان اكتف سايت وان الوستريك سايت لو هيمسك فيه الايه النون كومبيتتف انهابت تمام طب الايه الازرق ده ده اس شيب ده نلاقي شكله حق كاركترستك اس شيب نكاتب الكلام بالازرق برضو ان ده الوستريك ساتيوريشن كيرف او يعني ساتيوريشن هو يبقى بالايه بالسبستريت تمام يبقى كده حصل ساتيوريشن للالوستريك انزايم زي ده كاترة عشان ما نقولش بها ده كاتب هنسيب الكيرف كله نعرفها ونقول ان الساتيوريشن حصل للالوستريك سايتس انا عارف يعني لكن انا بقول لكه هو ان شكل الاس شيب ده بسبب ايه بسبب الساتيوريشن بتاع او خلينا نقول بايندنج بتاع السابستريت للاكتف سايتس تمام ما بتمسكش مرة واحدة لا بتمسك واحدة واحدة اول واحدة بتبقى الاصعب وديه اللي بتسهل البايندنج بتاع باقي السابستريت تمام يبقى كده الالوستريك انهابيشن ده نعتبره نوع من الان كومبتو Berlachan ولا لقى اه طبعا لان البايندنج بتاع الموديوليتورس سواء انهابيتور او اكتيفيتور مسكت في الاكتف سايت ولا في سايت اذرزين الاكتف سايت نقول اذرزين دي خلاص كده بقت اذر wsp بقى اسماء الانستريك سايت على طول. يبقى هو فعلا نوع من non-competitive inhibition بس non-competitive inhibitor اللي احنا تكلمنا عليه اللي هو obey Michaelis-Minten equation او اللي لا رسمت له hyperbolic curve او اللي لا رسمت له Michaelis-Minten plot يبقى ده انظيم متكون من one polypeptide chain زيه بالزبط شبيه بالmyglobin اللي متكون من one polypeptide chain طيب اي انظيم هيتكون من اكتر من polypeptide chain يبقى ماينفعش الكيرف بتاع الميكلis-Minten يبقى hyperbolic هيبقى شكله كيرف تاني خالص وهنقول ان هو don't doesn't obey الميكلis-Minten وهيبقى شكل الكيرف بتاعه سجموية ده الكيرف تمام خلص كده خلصنا المحاضرة التالتة المحاضرة الرابعة بس اهم حاجة فيها خالص الspecific يعني بتاع acute mycordial infarction هنشوفها كده دلوقتي هتلاقوه في الرسومات بيبقى عندنا خط كده بالعرض تمام فوق الترانسفيرز اكسس ده بنسميه upper reference limit تمام ده اللي بنعتبره normal range يعني تمام طيب فاحنا هنا المفروض ان الاكس اكسس ده عبارة عن days after onset of acute mycordial infarction او acute mycordial injury يعني تمام وهنا ايه بنشوف levels يعني concentration بتاع البيوماركر ده تمام طيب احنا عندنا في خلال اول يوم وهو ده كتر قبل حتى ماوصل لنص اليوم الاول شايفين مين اللي بدأ يزيد في الدم دي عندي دي كيرف اهو اللي هو لونه dark blue ده وعندي light blue وعندي الاحمر وعندي الاسود يبقى دول كلهم very rapid markers ولا لا او المايجلوبين ده اول واحد وده ان انا specific تمام نجي بقى ال specific للهارد هنلاقي ckmb طلع اهو طلع عن ال upper reference limit او normal range زاد يعني عن normal range تمام الاحمر ده اللي هو الكارديكتروبونين t والاسود ده اللي هو الكارديكتروبونين اي واحنا بقلنا ان الاي مور specific ومور sensitive عن الت تمام طيب نجي بقى نشوف ال peak بتاعته هنلاقي المايجلوبين بيوصل اصلا لل peak بتاعته بسرعة جدا حتى بيوصل لل baseline قبل ما اليوم الاول يخلص اصلا بعد ال injury يعني طيب ckmb ال peak بتاعته بتبقى تقريبا تقريبا ابروكزميتلي يعني في خلال اليوم الاول او 24 ساعة ممكن تبقى في 12 ساعة ممنية سريعة وتعديش اليوم الاول تمام ويرجع بقى يرجع يرجع لل normal range في خلال التاني او تالت يوم تمام كده يبقى بعد التالت يوم مفروض ايه ما يبقاش فيه ckmb عالي في البلد تمام كده طيب انا ببص في الكرفة على ايه بدايته وال peak والنهاية وانا عرف بيجي السؤال ازاي في الامتحان مش هيجيلكوا كل الكرفت دي مع بعض اجيبها لكو بس مجمع عشان ايه ان نفهمها مع بعض توصل يعني في البلد اعلى ليفل ليهم بعد اليوم الاول من الاصابة ممكن بعد 28 ساعة بعد 36 ساعة طب بترجع امتى لل baseline لأ ممكن بقى ايه تخليها عالية شايفين بالتلات يوم بعد الاصابة اربعة خمسة ستة سبع ممكن لحد عاشر يوم كمان تخليها عالية في الدم وبعدين تبدأ تنزل لل normal line من 10 اليوم العاشر اليوم الحداشر لتنزل حد 15 يوم كمان ممكن بعد كده ترجع لل baseline تمام طيب اللاكتيد دي هيدروجينيز برضو ده يبقى ده normal الخط بالعرض الاسود ده normal شايفين بدأ يطلع المفروض طبعا في نهاية خالص بعد اليوم الاول خالص يبدأ يعلى في البلد يوصل للبيك مفروض يعني في تلت او ربع يوم تمام ويرجع تاني لل baseline بقى ممكن بعد خمسة ايام ست ايام سبعة تمانية تسعة عشر تمام طيب هنفسر ده دلوقتي الاسئلة في الامتحان تمام تعالوا بقى نبدأ نحل الاسئلة طيب اول حاجة competitive inhibitor of enzyme is usually طبعا ده كترا بأكد عليكم ان نوع الامتحان بيجي ايه choose single best answer لقيت اجابة متأكد منها بنسبة 100% خلاص اختارها طبعا اقرأ بقى الاختيارات يعني علشان عملت اللي عليها بس لو طلبت مع اختيار تاني لا اختار الاجابة انا متأكد منها استحال هيبقى فيه اجابتين صح او اجابتين ينفعون competitive inhibitor احنا قلنا اول S بتبقى structure بتاع inhibitor of an enzyme usually دايما يعني بيبقى structure similar to the sub street تمام سؤال بعد كده non competitive inhibitor انا شايف ايه في الاختيار الكلام مع البي مكسو على km وبتاع يبقى انا قبل ما ابتدي اختار لازم الاول رتب دماغي ده non competitive تمام اللي هو not similar لل sub straight تمام فمش مفيش competition خلاص احنا قلنا structure بتاع ال inhibitor بعد كده structure بتاع active site هيبقى other than active site بيغير off active site طيب sub straight concentration هيأثر هنا ولا لا لا يبقى ال km معل هيش هيأثر يبقى ال km سبت طب مين اللي بتقل بتغير ال v max بتقل ولا بتزيد بتقل كل ده لازم انا مرتباه دماغي كده او اكتبو حتى draft كده صغيرة جنب السؤال عشان ما لغبطش نفسي تمام طيب تعالوا كده نشوف اول اختيار هنلاقي ان ال non-competitive inhibitor ده binds الميكيلس complex اللي هو يعني enzyme substrate complex اه احنا قلنا ممكن ان ال non-competitive inhibitor يباين لل enzyme بعد ما يمسك في substrate ممنوع يغير شكل ال active side وهيخلي الانزام مش عارف يكمل التفاعة تمام هل non-competitive inhibitor بيقل لل Vmax اه طمع يبا كده اول اختيارين صح فالاقي هنا ان الاجابة الصح ايه ان طبعا دي قلنا اسئلة علشان نثبت بها المعلومة ونراجع مع بعض المحاضرات بس برضو في الامتحان بحط الكوش both are correct ولا all of the above ولا non of the above ولا accept ولا الكلام ده تتلاقي اجابة واضحة صريحة بتختار تمام هو كاتب ليم مش مهم ما احنا عارفين بان اسمها ليم عشان بس الناس اللي بتسيب السؤال كله وتركز في حاجات كده ايه معين تمام طبعا بنحترمهم وكل حاجة بس ايه في ناس ثانية بتطلو طيب مدام انا اتكلمت عن او يبقى انا المفروض احط في دمائي ان انا ايه هشوف ايه اللي تشينج في الانترسيبت تمام ده ده يبقى انا محتاجة اعلي السبسترات الكنترسيبتر عشان اتخلص من الانهيبتر يبقى كده المفروض ان الKM بتعلى تمام الKM دي اللي هي المفروض الY ولا الX انترسيبت لا دي الX انترسيبت تمام يبقى هلاقي ان الكمبتر بيعمل الانترسيبت سواء للليفت او الرادي يبقى كده لازم هتغير في ال2 انترسيبت بس انا عندي بيعمل تشينج في الانترسيبت اللي هي مقلوب او الريسيبروك اللي هي واحد على الKM اللي هي اسمها ايه الX انترسيبت يبقى هنا الاجابة الصح تشينج زي اكس انترسيبت تمام قلنا مطالبين بيا طيب بعد كده competitive inhibition قلنا بقى ايه نجمع كده اول ما يجينا competitive عنان competitive الامتحان نجمع كده الايه الاربع نقط جنب السؤال كي بسرعة عشان ما اطلقبتش تمام الاربع ايه الاربع ايه اول حاجة structure of inhibitor الcompetitive يبقى similar للسبستيري تانية حاجة site of binding او ده competitive ده competitive يبقى بيتخين يبقى على active site طيب structure of active site في حالة وجود الانهيبتر لا هنا مش هيتغير لانه الانهيبتر عايز يمسك فيه تمام طيب effect of freezing substrate concentration لا هنا هيعمل overcome للانهيبش تمام الكنتكس ما انا جايبها اصلا من effect of freezing substrate concentration يبقى انا كده اضطري يتعلي الـ km يبقى التانية بقى الـ v-max خلاص unchanged يبقى دي كلها نقطة تكتبها كده جانب ايه سواء جالي competitive او non competitive عشان ما اطلغ بطش انا باختار تمام يبقى competitive inhibitor هلاقي هنا ان هو close structural similarity مع substrate تمام يبقى الاجابة هنا مع substrate دي تمام what happens to km لسه بقى في حالة وجود non competitive inhibitor هل هحتاج عالي concentration عشان اخلص من inhibitor لا يبقى ال- km هلاقيها not be effective تمام يبقى ال- km مش هتتغير تمام يبقى الاجابة الصحة تبقى k- m will not be affected in presence of non competitive inhibitor طيب بعد كده degree of inhibition by competitive inhibitor is obtained from competitive inhibitor ده a- 6 degree of inhibition ازاي وبيغير ايه وبيبقى في ايه un-changed competitive inhibitor competitive inhibitor ده بيغير في k- m لاني محتاجة اعلي a- sub-stetric concentration عشان هتغلب على ال- inhibitor تمام لكن un-changed ده بتبقى l- v-max تمام يبقى عشان a- 6 degree of inhibition بأكيد measurement of a of k- m اللي بتتغير تمام طيب بعد كده طبعا تقروا بقى اللي اختيارات هتلاقوها يعني مش هتتعرض خلص مع الاجابة اللي احنا بنصدر بس عشان يعني قصدي ما طولش عليكم ان allustric inhibitor of an enzyme احنا قلنا بقى allustric inhibitor ده ده كاترة لما يجينا allustric يبقى احنا هنا قصدين allustric enzymes اللي بتتكون من اكتر من تمام هنلاقي ان هي بتتأثر بmodulators activator او inhibitor تمام احنا قلنا ان انواعها في ال structure هي هي السبستريت وده بيبقى activator على طول يأما هتيروتروبك وده بيبقى activator او inhibitor وقلنا ملحوظة مهمة قوي على allustric inhibitor ان هو ايه an important example له ال end product inhibition او feedback inhibition تمام اللي هي هلاقيها دي الاختيار رقم اتنين participates in feedback regulation محدش بيقول لي وانا هعرف منين هنا ان قصده على non-competitive inhibitor اللي بيكون من one pull بيبطادي تشين انت اسمع بص على الاختيارات مش هتلاقي اي حاجة خلص هتتعرض مع كده غير ان انا قلتلك ان leping code معتبر non-competitive inhibitor صريح وكده في نوع irreversible inhibition عملها مقارنة مع الcompetitive يبقى تأثير على الانزايم اللي بيبقى من one poly peptided sheet اول ما بدأ في جزء الالوستريك regulation خلاص اتكلم على الالوستريك انزاين اللي فيها اكتر من one poly peptided chain واكتر من active site واكتر من allustric site تمام طيب بعد كده competitive inhibition is always reversible احنا قلنا بقى reversible inhibition اما competitive اما non competitive تمام بدي always reversible بعد كده السؤال بعد كده which is a typical example of feedback inhibition مع الرسمة دي تمام ده انا الباثوي ده الجلايكولوس اذا تاخدوه يعني الموديول الجاي مش مطالبين خالص تحفظوا اي حاجة وحتى لو احنا مش رسمين الرسمة خالص هنعرف احنا هنختار ايه قبل ما بص على الاختيارات ايه الاختيارات بتاع feedback inhibition احنا رسه قيلين بقى قيلين ان most important example لل allustric inhibition هو feedback inhibition يبقى انا لازم هلاقي في الاختيارات اقيل لي allustric inhibitor ولا لا او اي لهو allustric inhibition الهيكسو كينيز مع الجلوكوس 6 phosphate انا معرفش مين الهيكسو كينيز والجلوكوس 6 phosphate بس لقيت allustric inhibitor الallustric inhibitor اهم مثال feedback inhibition ان product يرجع يعمل inhibition للانزاين يبقى كده انا ارجعت يبقى back تمام ادي مثلا الجلوكوس بالهيكسو كينيز يتحول لجلوكوس 6 phosphate يرجع ده product يعمل لما يحصل يرجع يعمل inhibition الانزاين مش عايز ابص خالص على الرسمة هختارها برضو هلاقي هي الاختيار الوحيد اللي ينفع صح قد تمام يبقى واجهان لعملة هبقى عارفة اننا بدور على allustric inhibitor تمام طيب جالي في السؤال allustric inhibition يبقى عارفة اننا هدور في الاجابات على feedback inhibition او end product inhibition او end product regulation ما احنا احنا نتكلم في regulation بتاع الانزاين بال allustric تمام بال allustric modulator طيب بعد كده السؤال ده which one of the following statements regarding enzyme inhibition is correct هلاقيها ان هي اخر واحدة competitive inhibition is on the substrate and the inhibitor compete for the active site on the enzyme يبقى في substrate وفي inhibitor بيتخنقوا على ايه على ال active site بتاع الانزاين ولاي ان اخر اختيار ده هو اللي صح معلش يا كده تبقى time consuming جدا ان انا اعوض ارقم الدواير دي معلش الشرح بعد كده جلي كير عايز نوع الانهيبتور الاحمر ده هو ده الانزاين زائد انهيبتور يعني وهنا نوع انهيبتور ده line ويفر بير كبلو تبص على ايه على الانترسبت الانترسبت مع الواي اكسس ثابت نفس النقطة في التوب بلوت تمام اللي تغير الانترسبت مع مع ال اكسس اللي الواحد على ال كي ام يبقى الانهيبتور ده ايه اللي بيحتاج علي سابستري كونسنتريش علشان اوصل لنص ال في ماكس ده كومبيتتف تمام يبقى ده كده كومبيتتف انهيبتش تمام نفس الكلام اللي اتغير الانترسبت ال في ماكس يبقى ده ايه نان كومبيتتف انا خدت اي سجمويدال شي بالموديول ده غير الالوسترك انزايم اللي بتتكون من اكتر من وان طول بطايد تشين اما الله كينتكش شكلاه ايه سجمويدال شي خدت اي حاجة غير ده لا طيب ايه سبب السجمويدال شي هل سبب الموديوليطر ولا السبستري بايندين لا السبستري بايندين تمام اه في ناس هتقرأ ان سببه التأثر باكتر من موديوليطر تمام بس السبب الرئيسي السبستري بايندين باكتر من اكتف سايد بيبقى شكله ايه كو اوبراتيف تمام اللي بتعملي بروبرت اسمع ايه كو اوبراتيف كو اوبراتيف دي بتوصف ارتباط ايه ارتباط السبستري بال الاكتف سايد بتاعت الانزوين تمام ماشي ده اسم الاكوشن اللي هي بقى غير ميكيلس منتن مش مطالبين بيها خالص بس عاصدي عشان في ناس هتسأل وقية دكتورة هل دي انا هعرف منين هل انتو خدتوا سجمويدل شيب غير حوار الالوستر انزوين ده لا خلاص طيب هو بقى عايز هنا يشوف هنلاقي ان احسن اجابة هي دي هي دي دي في اي حاجة تمام بس انا طبعا هنا بوصف بالانزوين يبقى هي دي زي ما قالو في الفيزيكال تتوريال اعترضوا شوية وقالوا لي لا دي تنفع انا مش عادة دي تنفع ازاي وبيقول the first molecule to bind is difficult تمام بيقولك بس هيبقى اسهل تمام عشان بس هم قعدوا يعترضوا كتير تمام السبسترات binding الفirst سبسترات bind بس هيبقى اسهل لحد من الانزيم يبقى ساتيوريت هل الكلام ده احنا قلناه احنا ما قلناش خالص ان الفirst binding هيحصل تسهيل بعد كده والfirst binding ده اصعب واحد ومسك خلاص في الاكتف في الباقي بقى اللي هيمسكوا في الريمين وفي اكتف سايد هم بعد كده اللي يبقوا خلاص اول واحد مسك وخلاص مسك ايا كان مسك ازاي هو ده اللي عمل بروموت لل اثر سبسترات اللي هتمسك في ال اكتف سايد تمام ده كده وبعد احنا زي ما اتفقنا تشوز the single best answer يبقى ياريت بس ايه ما نعطش انتشتت مع اختيارات تانية وتبقى الاجابة M7 وال VMAX اللي هتقل تمام الكلام ده مش هلاقي موجود في ايه ولا ب ولا سي هلاقي ان انا حتى لو مش فهم الاختيار الرقم من الاربعة او ده هو الوحيد اللي انفع اختاره اكيد مش هرا اختار 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 تاني بالعافية عشان مش فهم ده يبقى انا الاختيار ان الكنسنتريش بتاع الاكتف انزايم بيقل اه طبعا اكتف انزايم ده يعني انزايم مسك في السابستريت وعمل كتاليسيز للتفاعل تمام طبعا في وجود الان كومبتتف انهابتور اللي بيغير شكل الاكتف سايت هيبقى كده مفيش اكتف انزايم زي عارفة تعمل كتاليسيز للتفاعل كتير فيما معناه يعني ان الكنسنتريش بتاع الاكتف انزايم قل طبعا ده فعلا صح بعد كده السؤال بعد كده في الريفيرزبول نان كومبتتف انزايم اكتيفتي انهابشن في الريفيرزبول نان كومبتف احنا لسه قيلين بقى المفروض ان هي ما بتتغيرش ال في ماكس بتقل تمام لا 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 ايه ماشي مع الكلام ده اهو ان الاختيار رقم بي اه او لتر بي يعني انهابتور لوورز زا ماكسيمم اك فيلوسيتي وزن اجيبن اما اي كلام المهم ان انا ايه متأكدا ان الاختيار ده الصح تمام هلاقي الاختيارات التانية ما تنفعش قصير عشان بس الناس اللي بتسيب الاجابة الواضحة الصريحة ايا كان فيها ايه ويروحوا بقى ايه يمسكوا في كلمة مثلا في اختيار انا مش هاختار اختيار او او حاجة من الاجابات عشان كلمة صح وبقية الاختيار غلط تمام انكمبيتتف انزيم اكتيبتي انهبشن كومبيتتف استراكشور اوف انهبتور ريسوم زات اوفز السابستريت خلاص بقى احنا حفظناها تمام ده ايه كومبيتتف تمام انهبتور ديكريز الكي ام لأ طبعا ده انا محتاجة ازود الكي ام تمام وطبعا البي ماكسي اللي ما بتضغرش فهلاقي ان الاختيار رقم ايه ده هو اللي ايه هو اللي اين خلاص كده طيب خلصنا كده الاسئلة على المحاضرة التالتة المحاضرة بقى الرابعة ده شكل الكيرف اللي ممكن يجيلك في الامتحان تمام طبعا انت مش هتكتب حاجة بس هوا هقول لك which of the following specific cardiac pie markers دي بتاعت الميكاردي الانفرقش فهتلاقي في الاختيارات بقى ckmb وldh1 وcardiac troponines واي حاجة المهم ان انت هتبص بقى على الكيرف نبص على اول الكيرف وعلى البيك وعلى الايه وعلى الرجوع للبيس لاين اول الكيرف هود يتكتبوا الليفل من اربعة لستة ساعات انا عايزة specific ما مليش ضعب الميجلوب من دلوقتي من اسرع بايو ماركرز بتقرج بعد الاصابة على طول يعني مش لازم اليوم الاول ما يخلص بمجرد اربع او ست ساعات من حدوث الميوكوردي انفرقشنين ما هم يا ckmb او ck2 يا اما الكاردياكتروبونين ما فيش غيرهم هم الاتنين تمام طب ماشي ابص على البيك زيادة تأكيد على فكرة بصيت على اخر الكيرف على طول اعرف البيك بنوصل من 12 الى 24 ساعة ماشي نستها ومفروض طبعا ده typical ckmb طيب نسيت ابص على الاخر الكيرف مين اللي بيرجع للنورمال من 2 ل3 ايام بعد الاصابة او بعد الانجري ما فيش غيره ckmb او ck2 تمام نكتب الاتنين طبعا بس ايه انتو طعم اش هيجلكم في المتحان تكتبوا حاجة انتو هتختاره يبقى كده الاجابة هنا ckmb او ck2 تمام لو هكرياتين كاينيز ايزو انزيم اللي موجود في الايه في الهارت مصر تشوف الكيرف ده البداية دي ساعات تمام بدأ يطلع عن البيز لاين اهو بعد اليوم الاول وصل للبيك بعد 2 ل3 ايام بدأ يرجع للبيز لاين اهو يعني يرجع خالص بعد 10 ايام تمام ده مين الاول اشوف ده بدأ يعلى بعد اليوم الاول يبدأ اكيد مش من الحاجات اللي هي بتاعلى بسرعة يعني مش لسي كي 2 ولا كاردياكتروبونين زيب انا خلاص انا عرفت من اول الكيرف اصلا ان هو ldh1 زيادة تأكيد ابص على البيك البيك بعد 48 72 ساعة يومين لل3 ايام هل البيك بتاع ال ckmb او الكاردياكتروبونين بتأخر قوي كده لا طبعا زيادة تأكيد ابص على اخر الكيرف رجع للبيزلاين امت رجع بادئ هو يرجع للبيزلاين تمام بعد يعني من اليوم ماشي من اليوم الخامس هو بادئ بادئ يرجع وصل خالص للنورمال في يعني ممكن مثلا من 8 ل 10 يوم تمام مين اللي بتأخر على ما يوصل كده هو اما الكاردياكتروبونين زي اما ldh1 تمام بس الكاردياكتروبونين زي ما بتأخرش على ما تعرف الدم بعد الانجري ولا بتتأخر على ما توصل للبيك يبقى انا كده ldh1 يبقى هنا ده الكيرف بتاع ldh1 طيب من الكيرف الاحمر هما الاتنين طالعين في خلال اليوم الاول يعني تقريبا بعد 12 ساعة هو من الاصابة من الانفاركشن يعني تمام يبقى انا عندي احتمالين بس هو الكاردياكتروبونين او ckmb طيب نبتدي نشوف بالبيك مش هعرف افرق قوي يبقى بتدي نشوف بالرجوع للبيزلاين الاحمر ده رجع للبيزلاين اهو لأول ليفل زي ما كان طبيعي بالزبط قبل ما اليوم التاني يخلص تمام يبقى ده سريع يعني في الرجوع للنورمال ليفل يبقى ده مين ckmb طيب مين اللي تأخر على ما رجع للبيزلاين هو لسه حتى يعني بعد اليوم العشر وما رجعناش كمان يبقى ده كاردياكتروبونين تمام طبعا زي ما قلنا مش هنكتب في الامتحان بس طبعا لو كنا هنكتب كنا نقول ايه كاردياكتروبونين وطبعا الممرز بالسفق اللي هو مين الكاردياكتروبونين قويان كده تمام خلصنا ايه محضرات المحضرات الانزايم اللي هي تلاتة واربعة تمام نيجي بقى بعد كده على المحضرة الاخيرة خالص في الموديول اللي هي المحضرة الكم تسعة البيولوجيكال او الالكترون ترانسبورت تشين ادي الالكترون ترانسبورت تشين باختصار المفروض ان من اسمها زي ما قلنا تشين يعني تشين وظيفتها ان يحصل فيها الالكترون ترانسبورت اللي طالع من الاكسيديشن بتاع الفود سواء كربويدريت سواء لابد سواء بروتين تمام ليه في صورة تشين علشان طبعا يحصل تقليل من الانرجي اللي هي ييلز من الالكترون ترانسبورت لان هي بتبقى كمية طاقة عالية جدا لو اتنقلت بسرعة قوي للأكسيديشن علشان يحصل بقى تكوين للأتي بي عن طريق الالكترو كيميكال جريديان لو اتنقلت بسرعة ديركت للأكسيديشن كده هيحصل على طول انفجار للخلي يبقى ده السر ان هي تبقى تشين تمام طيب نجي بقى بعد كده على الكمبوننس في كل كمبوننس كده نتكلم عن بتاع الكمبليكس وهنتكلم على الكمبوننس بتاعته ونتكلم على الايه الالكترون ترانسفير الانرجي الييلد من الالكترون ترانسفير ده تسببت في البومبنج بتاع كام بروتون من الماتريكس الانتر ممبرين سبيس تمام طيب المفروض ان انا عندي اول كمبليكس كلهم طبعا في الانر ميتو كوندري الممبرين اهو تمام المفروض ان كومبليكس وان تو ثري فور دول اللي بيحصل من خلالهم الالكترون ترانسفير تمام علشان في الاخر الالكترون ترانسفير دي المفروض ان فايدتها ايه البروتون بومبنج ده اللي هيعملي الالكترو كيميكال جريدي يبتدي يشغل الاتبي سنسيز او كومبليكس فايف عشان يكوني الاتبي تمام طيب الميا دي الميا دي علشان يحصل الالكترون اللي خلاص استفدت منها وحصل من الانتقال بتاعها ده الانرجي اللي طلعت واستخدمتها في ماينفعش خلاص بعد ما الالكترون دي قدت المهمة بتاعتها انها تتساب فري كده في الميتوكوندري عشان طبعا ده يبقى ايه اكتف اوكسجن سبيش ولو علاقة بكذا حاجة يبهدل البروتين يبهدل الليبيد يبهدل الكربويدوريت في الخلية وطبعا اللي هو علاقة مهمة بالأبوبتوزز بس هي مش مطلوبة منكم عندنا في البايو يعني تمام فهو ده السر ان فيه اكسجن اهو مستني في الآخر يتحد مع الالكترون بعد ما تؤدي المهمة بتاعتها عشان ما تبقاش فريق الالكترون تمام طيب قلنا ايه سر برضو ترتيب الكمبليكس في الالكترون ترانسبورت تشين يعني ايش معنى ده واحد وده تنين وده تلاتة وده مش العكس يعني مثلا مش كومبليكس تلاتة هو بقى هنا او الواحد او العكس ده بيبقى على حسب حاجة اسمها ايه الالكترون نيجاتيفتي تمام لها تندنسي تو جين الكترون تمام قلنا مين اكتر واحد سواء بروتين تمام المفروض ان الالكترون ترانسبورت تشين هي الكريبس سايكل اللي موجودة فين في الماتريكس وفي الميتوكوندري تمام هيطلع من الرياكشنز بتاع الكريبس سايكل دي اما ناد اتش بلاس اتش تمام ولازم يقول ناد اتش بلاس اتش تمام استحالة ده كاترة تقوله ناد اتش تو دي حاجة كده تعرف انتش فهم اي حاجة تمام يبقى الرياكشنز اوف الاوكسيديشن اوف الفود سواء كربودريت بروتين هيطلع منها ناد اتش بلاس اتش او فاد اتش تو هو التفاعل الوحيد اللي بيطلع منه فاد اتش تو في الكريبس سايكل اللي هو بتاع الساكسينيت دي هيدروجينيز ده طيب فاحنا هنتكلم الاول على في رياكشنز في الكريبس سايكل هيطلع منها الناد اتش بلاس اتش ده تمام هي دي الطاقة اللي من الاكل عايزة ترجمها الاتي بي مدام قلت طاقة يبقى لازم عملة الطاقة في الخلية هي الاتي بي عايزة ترجم بقى الالكترونز اللي مع الناد دي لاتي بي تمام المهم ان الناد هياخد الهايدروجين من التشوز هيبقى شكله الهايدروجين من الفود يعني من الكريبس سايكل هيبقى شكله كده ناد اتش بلاس اتش هيدخل على كومبليكس ون تمام كومبليكس ون ده اسمه ايه هو هياخد الالكترونز من الناد اتش هو فهسميه ناد اتش دي هيدروجينيز تمام ممكن سسميه تاني سسميه من اللي دائلو الألكترونز واللي هيسلمه الألكترون يعني ممكن سسميه ناد اتش massacre أكسيدو ريداكتيز يعني عمل اوكسيديشن ناد اتش وعمل ريداكشن للكوكيو طيب ايه الكمبوننت بتاع كومبليكس 1 المفروض ان انا هياخد التو الكترونز من الناد اتش اللي هو ال Reduced Form of Net نسمي Reducing Equivalent تمام وهيديها للFMN تمام FMN يبقى اسمه ايه FMNH2 تجاه السهم هو بعد كده يحصل انتقال للتو الكترونز دول للإيرن سلفر سنتر وقلنا اكتر كومبليكس في إيرن سلفر سنتر هو كومبليكس 1 تمام بعد كده يسلم التو الكترونز للكوكيو كل ده ليه علشان اختلاف الإلكترونيجاتيفتي هما الحاجات دي ترتبت في أماكنها كده على حسب الإلكترونيجاتيفتي تمام طيب بعد كده الكوكيو ده المفروض ان انا لسه فيه تفاعل في التفاعل في الكريبس سايكل تمام اللي احنا اتفاقنا بقى دي اخر مصار للأكسيديشن بتاع اي أكل انا باكله التفاعل ده بيطلع فاد اتش تو هو تفاعل وحيد اللي هو الساكسينيت دي هيدروجينين اللي بيحاول الساكسينيت لفيوماريت والكو انزيم هنا فاد تمام فالفاد ده بيستلم التو هيدروجين وهو اصلا موجود كومبوننت في الانزيم لانه طبعا فارملي اتشد للانزيم فااا كومبليكس تو بسميه ساكسينيت دي هيدروجينيز لانه بيعمل دي هيدروجينيشن للساكسينيت بسميه ساكسينيت كوكيو اوكسيدو ريداكتيز مهم ما ياخد التو هيدروجين من الساكسينيت هيشلهم الفاد يبقى فاد اتش تو كاي سلمهم الانزيم سالفر سنتر موجودة طبعا في كومبليكس تو بس عدد قليل عن ايه عن ال كومبليكس وان يعني بعد كده يسلم التو الكترونز بتوال كوكيو يبقى كومبليكس وان وكومبليكس تو تو ديفرانت جيتز للالكترونز اللي جايالي من الاكسيديشن بتاع الفوز يا اما الاكسيديشن من الفوز تسلم الالكترونز بتاعتها في صورة ناد اتش يا اما في صورة فاد اتش تو تمام ما ينفعش نفس التفاعل ويطلع على الحاجتين بعد كده الكوكيو قلنا ايه خوصوا بقى ان ده اسمه موبايل كاريير ليبوفيلك يعني بيدوب في الليبيد علشان يعرف يمشي في الليبيد بايليير بتاع الانر ميتو كوندير الممبرين هيستلم التو الكترونز يبقى اسمه كوكيو اتش تو تمام وبعد كيسلم لكمبليكس 3 ايه اسمكمبليكس 3 المفروض ان هو هنسميه برضو بالكمبون يبقى سيتو كروم بي سي وان كومبليكس او هيسلم الالكترونز بتاعته في سيتو كروم سي فاسميه سيتو كروم سي ريدا قتيز تمام طيب الالكترونز هي تلموا يعني او ريسيف دي من كوكيو اتش تو لسيتو كروم بي بعد كو ايرن سالفر سنتر سيتو كروم سي وان تمام كده طيب احنا قلنا بقى مست السيتو كرومز دول ايه فيهم ايرن برضو كل حاجة بس هيم يعني ايرن في رينجز كده في صورة هيم تمام طيب بعد كده يسلم الالكترونز بتوعه لسيتو كروم سي كومبليكس سري يعني يسلم طيب الالكترونز لسيتو كروم سي وده تاني موبايل كارير عندنا في الالكترون ترانسبورت شين هو مش لايبو فيلت زي الكوكيو فهلاقيه لوزلي اتتشد للاوتر فيس او الوجه يعني الخارجي للانر ميتو كندران فاحنا بنعتبره موجود في الانتر ميمبرين سبيس يعني بعد كده يسلم الطوء الالكترونز بتوعه بقى الاخر كومبليكس بيحصل فيه الالكترون ترانسفير اللي هو كومبليكس فور تمام كومبليكس فور ده الكمبوننت بتاعته ده كومبليكس الوحيد اللي فيه كبر دي حاجة مهمة جدا لازم نعرفها تمام فيه كبر اي هيسلم الطوء الالكترونز سيتو كروم اي سيتو كروم بي بعد كده سيتو كروم اي ثري السمبي كومبليكس فور ده سيتو كروم اي اي ثري كومبليكس او سيتو كروم سي اوكسيديز لانه استلم الالكترونات من سيتو كروم سي الميزة كماء او الخاصية المهمة في كومبليكس فور احنا قلنا هو الوحيد اللي فيه كبر وهو الوحيد اللي مرتبط بالاكسجين مرتبط بيها ازاي نوع البوند كأردنت بوند زي اللي أخدتها بالزبط في الهوموجلوب لأنه هو فيه سايتوكروم فيه هيم هيرتبط بالأكسجن بكو أوردنت بوند دي بس عشان ما أسكوره عندكم يعني في الهايلايت تمام طيب عشان نكون مية هيبقى هيبقى إيه كل هيدروجينة عبارة عن إلكترون وبروتون يبقى كده علشان التو إلكترون نكون بهم مية نحتاج تو بروتون ووان أتوميك إيه أكسجن إيه لازمة الأكسجن ده هو خلاص الإلكترون ترانسفير لما حصل عمل بومبنج للبروتون وليزم أعرف كم بروتون عند كل كومبليكس الإلكترون ترانسفير خلال كومبليكس وان هيعمل بومبنج لأربعة بروتونز من الماتريكس للإنتر من برين سبيس تمام بومبنج عشان هي محتاجة طاقة نعرفنا إن الإنر ميتو كونر من برين إمترميابل للبروتون إمترميابل للآيونز تمام فلازم عشان البروتونز دي تعدي إما يبقى فيه تشانل مخصصة لها إما يحصل بومبنج طيب هنا هيبقى بالبومبنج أربعة بروتون خلال كومبليكس وان كومبليكس وان بيحصلش خالص عنده بروتون بومبنج لأن الانرجي اللي ي البروديوز دي يعني من الإلكترون ترانسفير خلال كومبليكس وانتو مش مكافية أو نوت انوف نحصل بروتون بومبنج تمام بعد كده الإلكترون ترانسفير ثرو كومبليكس سري هتعمل بومبنج لفور بروتون برضو نفس عدد بتاع كومبليكس وان تمام بعد كده الإلكترون ترانسفير ثرو كومبليكس فور هتعمل بومبنج لإيه بقى لتو بروتون أنا هنا قلت تلات مميزات لكومبليكس فور أو تلات خواص يعني هو الكومبليكس الوحيد اللي فيه كبر هو الكومبليكس الوحيد المرتبط بالأكسجين وبيحصل عنده ريداكشن للأكسجين ما الريداكشن خالص هنعرفنا بقى تمام هي حاجة بتستقبل الإلكترون زي بأسماء بيحصل لها ريداكشن تمام طيب وإيه كمان الخاصية التالتة اللي خليها مختلف إن بيحصل من خلاله بومبنج لتو بروتونز أونلي تمام كل دي أسئلة تمام طيب المهمة في الآخر خلاص الإلكترونز بقى دي أخدنا فايدتها خلاص اللي هي نتج عن الإلكترون تونسفير دي طاقة تسببت في بروتون بومبنج يبقى من فاش الإلكترونز تخليها فري كده لازم تلاقي حاجة مستنيها تتحد معيها مين أكتر إلكترونيجاتيف موليكول هيبقى الأكسجين هيتتحد مع الفري إلكترونز دي وتكون مية المية طبعا حاجة مش مضرة خلاص للميتوكندريا وفي طريقة الميتوكندريا ما تقلقوش بتتخلص بيعمل مية زيادة فيش أي مشكلة طيب بعد كده بقى إيه البروتون بومبنج ده خلاص برة الانر ميتوكندريا من برين بقت الشحنات موجابة أكتر من الماتريكس فبقى في حاجة اسمها إلكترو كيميكال جريديين أو إلكترو إزموتك جريديين تمام فهي دي بقى الكيمو إزموتك سير تمام إن البروتون بومبنج ده هو اللي عمل ATP سنسز تمام مهم إن البروتونز الإلكترو كيميكال جريديين ده هو اللي هيتسبب في إيه في opening للتشانل بتاع الف أو صاب يونت بتاع كومبليكس فايف اللي احنا سميناه بقى إيه كومبليكس فايف ATP سنسز تمام هتعدي البروتون كل أربع بروتون يلفوا أو يعملوا كومفرميشنال تشينج في الإنزايم تحت ADP مع إن أورجانيك فوسفيد دول موجودين أصلا في الماتريكس تمام طيب ويتكون ATP يبقى كل أربع بروتون تعدي من اللتشانل في ف أو صاب يونت تعمل كومفرميشنال تشينج في الإنزايم زي ما متحدد لكم في الهايلايت أو يعني مور دي تيلز تعتعمل كومفرميشنال تشينج في ف وان وده اللي يخلي الـ ADP يتحد مع الإن أورجانيك فوسفيد يكونه ATP تمام يبقى مش بروتون واحدة بس تقدر تلف في الـ F1 يونت تمام أو تقدر تعمل لها كومفرميشنال تشينج لأ لازم أربع بروتون عشان يتكون واحد ATP تمام وهي دي الكيمو أزموتيك ثيروي تمام إن حصل بروتون بومبنج من خلاله سبب إلكترو كيميكال جريدي أراوند أو كروس يعني الـ N-R-Mitochondrial Membrane هو ده اللي عمل إيه Senses للـ ATP تمام طيب دي بس ملحوظة كده إن أنتوا لازم لازم تعرفوا إن الـ Reduced Form للناد بعد ما استلم الـ 2 electrons أو الـ Hydrogen يعني من Oxidation of food هو NADH وليس NADH2 زي الفات تمام ليه بقى ده الـ Structure بتاع الناد Oxidized Form بيبقى عليه شحنة مجابة كده تمام نسيبنا خلص من ونركز في الرنج دي تمام المفروض هو أخذ الـ Hydrogen من الفود طبعا بتفاعل اللي بيعمله Catalyst D-hydrogenase بس CO-enzyme بتاعه لازم يبقى ناد تمام ايه 2-electron و2-brotons تمام طيب هل 2-electron و2-brotons كله incorporated في Oxidized Form بتاع الناد لا الناد هياخد بس 2-electron و1-broton تمام وخلص هيتبقى و1-broton هيخليه في الميديا عشان كده ممكن اقول ناد اتش او احسن يعني او complete form ان انا اقول ناد اتش بلاس بروتون تمام طيب الـ 2-electron والبروتون اللي بياخدهم الناد او Oxidized Form of NAD بنسميهم Hydroid ion تمام المهم هياخد hydrogen atom كاملة هيفك بيها double bond دي وإلكترون هيعادل بيه الشحنة اللي كانت زايدة على الـ nitrogen تمام ده الفهم بس لازم طبعا نعرف ان الناد Oxidized Form receives 2 hydrogen atoms من الفود in the form of ايه بقى هل 2 complete hydrogen atoms لا اللي incorporated في Oxidized Form of NAD 2 electrons and 1 proton only من 2 hydrogen تمام هياخد بس 2 electron 1 proton وده اسموهم على بعد كده hydride ion وهيتبقى خلاص ايه proton تمام غير الفاد بقى خالص الفاد التفاعل بتاع succinid hydrogen الـ fat ده coenzyme او hydrogen carrier بتاع succinid hydrogen بياخد 2 hydrogen من succinid تمام كده وال succinid بتحول لـ fumarate والـ 2 hydrogen كاملين بيبقوا incorporated في structure بتاع oxidized the fat فبيبقى اسمو FAD H2 ده reduced form of FAD اهو ادي هتلاقوا هنا في double bond تفكت بيبقى هيدروجين كاملة وهنا برضو ايه دي فان اهو double bond تفكت تمام طيب خلاص كده بعد كده نركز على inhibitors طبعا لازم نحفظها inhibitors يعني نحفظها طبعا complex 1 complex 3 complex 4 انتو مش مطالبين خلص بcomplex 2 inhibitor تمام دول بيعملوا ايه inhibition electron transfer تمام وحطتلكم معا ATP senses اللي بيعملوا inhibition oligomycin عشان كيف سمينا unit بتاعته FO تمام بس هنا طبعا inhibitor of FO اللي هو oligomycin بيبقى عن طريق inhibition اللي ايه بقى للبروتون transfer through FO chunk تمام لكن طبعا inhibitor بتاع complex 1 و3 و4 دول بيعملوا inhibition لل electron transfer خلال complexes دي تمام خدنا برضو حاجة اسمها uncouplers يعني بتعمل uncoupling للoxidation عن الفوسفوريليش هتخلي الoxidation يحصل وكل حاجة بس electron transfer مش هينتج عنه electrochemical gradient يعمل الفوسفوريليش تمام يبقى دلوقت الطاقة اللي هتطلع هتخرج في صورة heat تمام كده طيب انواعها uncoupling proteins وحفظنا رقم واحد بس فيهم اللي هو thermogenine وده بيبقى موجود كتير اوه في الnewborn والحيوانات اللي بتعيش في الامكان القطبية يعني عشان طبعا هو اسمه thermo اهو يعني heat وجenine genesis يعني production يعني يبقى كده production of heat uncouplers دي كلها بتعمل ايه pores في الانر mitochondrial membrane زي تخلي permeable للبروتون تمام وفي طبعا نوع تاني من uncouplers زي drugs بقى او sensitive زي 2 و4 di nitro phenol انا ده ايه دوا كان بيشتغل في الوبزتي في علاج الوبزتي يعني لانه بيعمل حرق للأكل بس من غير طاقة تمام والأسبرين تمام دول مثالين للsynthetic uncouplers طيب نحل مع بعض كده شوية اسئلة electron transported chain occurs in مكانها فين enar mitochondrial membrane طيب بعد كده cyanide inhibits electron transported chain اي poison cyanide carbon monoxide hydrogen sulfide azide كل دي تعمل inhibition عند complex 4 تمام يبقى اي poison هتعمل الانباشن عند complex 4 تمام بعد كده which of the following goes used for treatment of obesity through its effect على الالكترو transport chain من ال2 و4 دي نيترو فين تمام لو ascensetic uncoupler بعد كده which of the following component of electron transport chain is lipofilic من الوحيد اللي يعرف يبقى mobile في الانباشن or mitochondrial membrane ما فيجغر coq او الconzyme q بعد كده at which of the following components of etc no proton bumping occurs من الكمبليكس الوحيد اللي يحصلش عنده proton bumping complex 2 طبعا تمام قلنا الانرجي produced من الالكترون transfer through complex 2 not enough for proton bumping تمام سؤال بعد كده at which of the following components of electro transported chain pumping of only 2 protons وكير من الكمبليكس المميز المميز بتلات حاجات مختلفة الوحيد اللي فيه كبر الوحيد الى coordinated مع الاكسجن او مرتبط بالاكسجن ببوند يعني والوحيد اللي بيحصل عنده pumping للبروتون بس عدد قولي الاثنين بروتون بس هو complex 4 تمام complex 4 بعد كده end product بتاع electro transported chain طبعا ATP تمام نتيجة electrochemical gradient والالكترون بقى اللي هي عمالة تتنقل دي بيحصل الله ايه بيتم استقبالها بالاكسجن وتكون مية بل end product مية وATP ATP لان هو ده هدف electron transported chain للحصول على الطاقة ومية علشان اعمل ايه امتص الضرر من free electrons ما تبقاش free electrons يعني لازم نحولها الحاجة تبقى ايه مش مضرة للخلية زي المية تمام ولازم اللي يستقبلها طبعا يبقى حاجة electron negativity بتاعتها عليها اللي هي الاكسجن بعد كده الموبايل parts of electron transported chain مين قبل ما بصوا على الاختيارات لازم بعرفة انهما اتنين coq cytochrome c تمام مين اللي بوفيلك coq عشان كده هو امدت في الانر mitochondrial membrane طيب اخر السؤالين بقى many compounds poison the respiratory chain by inhibiting the various steps of oxidation or phosphorylation which of the following steps is inhibited by carbon monoxide and cyanide مين قلنا الكمبليكس اللي بيحصل له inhibition to poisons complex 4 ندور كده على complex 4 هيمشي معا اي جملة من دي او اي اختيار يعني هلاقي هدي الoxidation step تمام involving direct reduction للoxygen مش احنا قلنا complex 4 ده اللي بيحصل عنده reduction of oxygen الoxygen عنده بيستقبل الالكترون يبقى هنا الاختيار B هو ده الاي best answer تمام الاجابة B بعد كده laboratory analysis of isolated mitochondria demonstrates that ايه بقى demonstrates ايه oxygen consumption is normal when succinate is added يبقى كده بيقولك ان الدنيا تمام يعني لما succinate is added يبقى succinate dehydrogenase تمام اللي بقى 2 طيب but extremely low oxygen consumption يعني low when pyrovate and malate اللي هم ايه يعني معرفهمش هتلاقي كاتب لك substrates for nat dehydrogenase يبقى ده substrates بتاع مين تاع complex one تمام تمام لما جم عمله analysis mitochondria لقوا ان في مشكلة عند substrates بتاع nat dehydrogenase ده بخير ده في مشكلة complex one ولا لا انا بس فهمكم ازاي ان ترجم ايه اي كلام يعني الكيس سواء كان كيس سواء كان سواءل زي ده اي كلام قدامنا المفروض احنا نترجمه علشان نعرف نختار الاجيب the mitochondria are subsequently shown to have normal cytochromes مين الcomplexes اللي عبر عن cytochromes اللي فيهم cytochromes تلاتة واربعة يبقى كده normal complexes تلاتة واربعة but reduce the iron content في مشكلة في الiron تمام they reduce the pyruvate malate oxidation عن طريق اللي بقى تدي الوكترونات يعني complex one due to defect in which of the following respiratory components هو كده قال لك ان complex one عنده مشكلة complex two تمام complex three وfour تمام يبقى اكيد complex one هو normal cytochromes اي بنفاش اختار cytochromes تمام cytochromes oxydides اللي هو complex 4 هو اي لنص normal cytochromes تمام nad h co q oxyd reductase ده اسم اي complex ده اسم complex one ما انا قلت complex one يا اما اسمه nad h dehydrogenase يا اما اي يا اما nad h coenzyme oxyd coenzyme q يعني oxyd reductase تمام يبقى طبعا تبقى المشكلة في complex one تمام اللي هو اي اللي هو الاختيار رقم c تمام طبعا الساكسينيت dehydrogenase واقيل لك اهو ان normal normal function الميتوكندريا لما الساكسينيت ازاد تمام اه تمنى ان شاء الله ان التسيطوريا اللي يكون فاتكوا يعني طبعا لو احتاجتوا اي حاجة انا اتوصل مع بعض بازن الله شكرا جزيلا اشتركوا في القناة